موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الحادي عشر طلاب الصف الخامس العلمي سنتابع دروسنا في مادة الكيمياء وبإذن الله سنبدأ دراسة الفصل السادس يلي بيحكي عن الحوامض والقواعد والأملح سنتدرس بهذا الفصل الحوامض والقواعد والنظريات يلي بتفسر تركيبة وتفسر خواصة وهننتقل لاحقا لدراسة الأملح دعونا نبدأ في البداية بمقدمة عن أهمية الحوامض والقواعد الحوامض والقواعد هي مواد نحن نتعامل معها بحياتنا بشكل يومي يعني دائما نحن نتعامل مع نوع من المواد فمثلا الحوامض نعرفها موجودة بالليمون موجودة بالبرتقال موجودة بمعظم الفواكه بالإضافة لهذا الحوامض موجودة بالمعدة فعنا لما بتتم عملية الهضم بالمعدة بتتم عن طريق حامض الهيدروكلوريك الموجود بالمعدة بتركيز حوالي 0.1 مولاري إذا بدنا نحكي عن المواد القاعدية كما المواد القاعدية هي مواد كثير مستخدمة مثل مثلا هيدروكسيد الصوديوم يلي هو مادة كثير مهمة صناعيا بصناعة المنظفات مثل الصابون وصناعة الورق وعدد غير منتهي من الصناعات اللي بتدخل فيها المواد القاعدية بالإضافة للمواد الحامضية والأملاح كمان الأملاح لها استعمالات واسعة كثير فمن الصودا يلي بنستخدمها بالخبز يلي هي البيكن صودا يلي هي أحد أملاح حامض الكربوني كان لدينا ملح الطعام يلي بنعرف كلياتنا قديش له أهمية كبيرة صناعية وأهمية غذائية فما في وجبة نحلمنا كلامها منضيف إلها كلوريد الصوديوم بالإضافة إلى استخداماتها الواسعة من استخداماتها كمواد تستخدم لإذابة الجليل لمواد تستخدمها كأسمدة نعرف الأسمدة النتروجينية والأسمدة الآزوتية والأسمدة الفسفورية كل هذه المواد هي عبارة عن أملاح والحوامض مثل ما أنها هي حوامض منتشرة بشكل كثير كبير مثلا حامض الخليك يعني هو متواجد طبيعيا بالخل ينتج عن تأكسد السكاكر الموجودة بالفواكه فتمر بمراحل وسطية تنتهي بتشكيل حامض الخليك مثلا كمان عنا النمل النمل لما بيلسع الإنسان يسبب شعور بالألم يسبب حقه نتيجة إفراز حامض الفورميك يلي بتفرزه النمل الحوامض الأمينية هي كمان مواد كثير هامة تدخل ببناء بروتينات أجهزة إذا حبينا نحكي عن خواص المحاليل الحامضية بشكل عام نحن وقتم نحكي عن محاليل حامضية فبيكون يلي عم نقصده هو أيون الهيدروجين الموجب أو أحيانا منسميه أيون الهيدرونيوم طيب إذا ترى هل أيون الهيدروجين هو نفسه أيون الهيدرونيوم صراحة هو الهيدروجين طبعا بيختلف بتركيبه عن الهيدرونيوم ولكن فينا نقول أن الهيدروجين هو يكافئ الهيدرونيوم تماما ففي المحاليل أيون الهيدروجين يلي بنتوج عن تأيون الحموض هو لحيقوم بالاتحاد مع جزيئات الماء الموجودة بالمحلول عن طريق تشكيل آسرة تناصقية لحيتشكل عنا أيون الهيدرونيوم فعننا أيون الهيدروجين يكافئ أيون الهيدرونيوم فنحن أثناء دراستنا هنعتبر أنه أيون الهيدروجين هو عمليا هو نفسه أيون الهيدرونيوم اللي هون نفس الخواص اللي هون نفس التركيز وحقيقة أيون الهيدروجين أو أيون الهيدرونيوم هو الأيون المسؤول عن خواص الحموض فمثلا الطعم الحامض الذي نحن نحس فيه لما نأكل ليمون مثلا هو ناتج عن اتحاد أيونات الهدروجين بالمستقبلات الضوقية المسؤولة عن الصفة الحامضية على لساننا على الحليمات الضوقية الصفة الثانية للحوامض أنه هي بتغير لون عدد منها الدلائل الدلائل الخاصنا فيها هي مواد كيميائية معينة بتغير فيها اللون حسب طبيعة الوسط فممكن يكون لون بوسط حامضة لون آخر بوسط قاعدة وبالعكس أشهر الدلائل الهيئة والصباط هو صبط زهرة دوار الشمس فتغير الحوامض اللون من الأزرق إلى اللون الأحمر من لاحظ بالمثال هنا أن هنا مادة حامضية هي حامض الليمون من لاحظ أنه تغير اللون عند إضافة لورق عباد الشمس أو دوار الشمس الأزرق للون الأحمر الصفة الثالثة للمواد الحامضية أنه تتفاعل مع معظم الفلزات وبتحرر غاز الهيدروجين فمثلاً عندنا التفاعل الذي يحدث في الفيديو هو تفاعل للألمنيوم مع حامض هيدروكلوريك فمن لاحظ أنه ينتج غاز وهو غاز الهيدروجين أيضاً عندنا الحوامض ممكن تفاعل مع أكاسيد الفلزات مع هيدروكسيدات الفلزات تكون أملاح وماء والمحالية المائية للحوامض بتتميز أنه قادرة على التوصيل الكهربائي شو السبب؟ حسب دراستنا للمركبات الأيونية نعرف أنه الأيوانات قابلة لنقل التيار الكهربائي فالحوامض لما تذوب في الماء بتحرر الأيوانات لهذا السبب تكون ناقل إلى التيار الكهربائي إذا حبينا نحكي عن النوع الثاني من المركبات اللي هي القواعد بالنسبة للقواعد اللي بيميزك هو وجود أيون الهيدروكسيد يعني اللي كان مميز الحوامض هو أيون الهيدروجين أما هون اللي بيميز القواعد هو أيون الهيدروكسيد فاتميز أنه موجود عنده أيون الهيدروكسيد بمحاللة المائية أهم صفاته أنه لها مذاق لاذع لها ملمس لزج صابوني كما في حالة المحلول ما إلى هيدروكسيد السوديوم ومثلا المواد المنظفة مثل الصابون له نفس الملمس لأنه كمان بحد ذاته هو مادة قاعدية بتغير لون عدد من الدلائل فمثلا تغير لون صبت زهرة الشمس من اللون الأحمر إلى الأزرق نفس الفيديو اللي شفناه قبل بدل ما يتغير لون من الأزرق للأحمر سيتغير اللون من الأحمر للأزرق بما يدل على وجود مادة قاعدية بتتفاعل مع الحوامض فبتعدلها لتكون أملح دائما هلأ هنشوف لما يتفاعل حامض مع قاعدة دائما هذا ما يسمي تفاعل تعديل لأن الوسط اللي حيصير عنا هو وسط لا حامضة ولا قاعدة ووسط متعادل فدائما عنا حامض لما يتفاعل مع قاعدة يكوني ملح وماء وكما في الحوامض المحالة المائية للمواد القاعدية هي قابلة عندها قابلية على التوصيل الكهربائي لنفس السبب لأنه عندها قابلية للتأيين الجدول هون عنه مذكور أهم المواد الحابضية وإستخداماتها فينا نطلع عليه خلينا نتقل للمفاهيم الجزائية للحوامض والقواعد إذا حبينا نفهم بنية المواد الحامضية والمواد القاعدية لحقيقة دراسة الحوامض والقواعد هي دراسة تمت على مراحل يعني الكيميائيين والعلماء من أول ما بلشوا يطلعوا على خواص المواد لاحظوا أنه في مواد حامضية وفي مواد قاعدية وأدموا كتير نظريات بتفسيره والنظريات اتطورت شيء فشيء أول نظرية معتمدة علمياً ممكن دراستها هي نظرية أرينيوس يلي طلعت عام 1884 نظرية أرينيوس ببساطة بتعرف الحامض على أنه هو المادة التي تحتوي على الهيدروجين والتي تعطي أيونات الهيدروجين بالمحالي فهي بتتأيّن تعطينا أيونات الهيدروجين فمثلاً عنا HCL يلي هو حامض هيدروكلوريك هو يعتبر مادة حامضية لأنه لما يتأيّن سيعطينا أيونات الهيدروجين فهي مادة حامضية لأنه يحررنا أيونات الهيدروجين والقاعدة تعريفة حسب أرينيوس بأنه هي المادة التي تحتوي على مجموعات هيدروكسيد الهيدروكسيد هو OH ضروري نحفظ اسمه فلما تتأيّن تعطينا أيونات الهيدروكسيد فأنه هيدروكسيد الصوديوم هو يعتبر مادة قاعدية لأنه لما يتأيّن سيحررنا أيونات الهيدروكسيد أما تعريف عملية التعادل مثل ما ألنا شو يعني تعادل يعني هو التفاعل بين حمض وقاعدة فعملية التعادل حسب نظرية أرينيوس هو تفاعل أيونا الهيدروجين مع الحمض مع أيونا الهيدروكسيد من القاعدة ليعطونا الماء فنتيجة أنه يتفاعله مع بعض فأيونات الهيدروجين المسؤولة عن الصفة الحمضية لح تختفي وإيونات الهيدروكسيد لح تختفي لأنه لح يتحدو مع بعض ويعطونا الماء فالمحلول الموجود عنه لا هذا هو محلول حامضي ولا هذا هو محلول قاعدة طيب نظرية أرينيوس هي نظرية كانت جيدة فسرت كثير خواص كانوا العلماء عم يحاولوا يدرسوها ولكن كان فيها بعض الأمور اللي ما حسنت تفسرها النظرية ما لخاطئة ولكن في عندها قصور ما نروح للنظرية الثانية اللي طلعت اللي هي نظرية برونشتيد لوري نظرية برونشتيد لوري طلعت عام 1923 وهي النظرية عطت تعريف جديد للحوامض والقواعد فحسب نظرية برونشتيد لوري الحمض هو المادة الواهبة للبروتون أما القاعدة فهي المادة المستقبلة للبروتون فهم معناتها نحن في عنا تعريف جديد التعريف بيقول انه الحمض هي المادة اللي بتوهب البروتون شو هو البروتون هو ايون الهيدروجين الموجد فمثلا هون عنا اله سي ال هو حمض ليش لانه عم يمنح بروتونات عم يتأين فعم يعطي بروتونات يعني ايونات الهيدروجين أما القاعدة فهي المادة المستقبلة للبروتون فهون ايون الهيدروكسيد مادة الودور حسب نظرية برونشتيد لوري شو هو ايون الهيدروكسيد مرجع منذكر ايون الهيدروكسيد هو او اتش هو عبارة عن ذرة اكسجين مع ذرة هيدروجين فمعناته تعريف الحمض والقاعدة حسب نظرية برونشتيد لوري هو تفاعل انتقال الهيدروجين من الحمض الى القاعدة فمثلا خلينا نحكي عن تأيون حمض الهيدروكسيد في الماء حمض الهيدروكسيد لح يتأين لح يعطينا ايونات الهيدروجين فهو مثل ما حكينا طالما فقد ايونات الهيدروجين او منح ايونات الهيدروجين فهو يعتبر مادة حمضية الخطوة لبعضها أيونات الهيدروجين ستتتحد مع الماء فهون أيونات الهيدروجين ستتتجه للاتحاد مع الماء اللي يتشكل عنا أيون الهيدرونيوم مثل ما حكينا عن الآلية اللي يتشكل فيها قبل شوي فحسب برونشتر لوري HCL هو مادة حامضية شو السبب لأنه هو حرر أيونات الهيدروجين أما الماء فهو مادة قاعدية شو السبب لأنه هو كسب أيونات هيدروجين فعنا الماء كسب أيونات الهيدروجين أو بروتونات وفي حامض هو حامض لأنه فقد أو منح بروتونات والتفاعل الشيء الذي يش fluids هون علينا إذا نريد Umf لأنه بعض الهيدروجين هون مع ايون الهيدروجين هون لأنه بطرفين مختلفين هيظل عنا HCl زائد H2O هيعطينا H3O موجب زائد CL سالب يعني عنا حامل الهيدروكلوري مع الماء هيعطينا ايون الهيدرونيوم يعني نحفظ أسماء هاي الايونات ايون الهيدرونيوم ايون الهيدروكسيد لأنه سيتكرروا معنا كثير هذا العام والعام القادم بإذن الله وحيحرروننا ايضا ايون الهيدروجين في موضوع كثير هام لما ندرس حوامل وقواعد برونشتيد لوري حسب مفهوم برونشتيد لوري هيكون في عنا دائما أزواج أزواج حامل قاعدة قرينة أو قاعدة حامل قرينة طيب شو يعني هالحاكي خلينا نحكي على الهيدرونيوم 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 مثل ما شفنا هيمنح بروتون للماء فمعناتها عنا الهيدرونيوم هو حامل في حين انه الماء هو قاعدة ليش حامل لانه منح بروتون ليش الماء قاعدة لانه كسبت بروتون طيب الهيدرونيوم بعد ما فقد الكتون لشو تحول تحول لآيون كلوريد فمعناتها آيون كلوريد هو قرين لهيدرونيوم لأنه هو كان نتيجة التحول طيب هيدرونيوم هيدرونيوم هو حامل فقرينه حيكون حكسه يعني حيكون قاعدة فمعناتها HCL وسيل سالب انه زوج زوج حامل قاعدة قرينه ونفس الشي اذا طبقنا نفس المفهوم بالنسبة للماء الماء هيكسب بروتون فهيتحول لآيون الهيدرونيوم فعننا آيون الهيدرونيوم هو قرين الماء والماء هون بما انه هي كسبة بروتون فهي قاعدة فقرينه هيكون عكس منه يعني هيكون حامل فهون في عنا تفصيل للتفاعل اللي صار ظاهرة فيها البناء بشكل أوضح مهما انه شايفين عنا هون حامل الهيدرونيوم هون في عنا الماء نلاحظ انه حامل الهيدرونيوم منح آيون الهيدروجين للماء فصار في عنا آيون الهيدرونيوم تحول عنا HCL تحول لآيون الكلوريد طيب ممكن يصير التفاعل مع مواد ضعيفة معنى مواد ضعيفة مثل ما درسنا هي المواد اللي ما بتتأين بشكل كامل تتأين بشكل جزئي مثال على المواد عنها حامل الهيدروفلوريك حامل الهيدروفلوريك لما بتأين بالمحلول عنها ما بتأين بشكل كامل يعني مثلا لو كان عنها ألف جزئي من HF ما حيتأين كلهم بجزء يتأين منهم خمسة أو عشرة أو مية حسب ظروف كثيرة ولكن ما حيكون التأين بشكل كامل لما ما بيكون فيها تأين بشكل كامل هنستخدم هذا السهم اللي بيتجاه هذا دليل على أنه المواد اللي اللي تفاعل معنا هي مواد تأيون ما له تأيون كامل تأيون جزئي طيب عنا هون HF هو مادة حاملية فالمتوقع منه أنه لح يفقد الهيدروجين ويمنحه للماء فمعناها HF هيكون هو مادة حاملية والماء هيكون مادة قاعدية طيب لما حيروح لنا الهيدروجين من HF لل H2O ف الهيدروجين لحيتحول ل آيون الفلوريد فآيون الفلوريد هو قرين الهيدروجين وبما انه الهيدروجين هو حامل فقرين سيكون قاعدة فهي ستكون قاعدة قرينة الماء كسب هذا الهيدروجين فهيتحول ل H3O موجب وبما انه الماء هون لعد دور قاعدة فقرين سيكون حامل فالH3O موجب يلي هو الهيدروجين سيكون حامل قرين في موضوع تاني بدنا ننتبهله لما ندرس الحوامل القرينة والقواعد القرينة انه دائما عنا مرافق الحامل الضعيف هيكون قاعدة قوية ومرافق القاعدة القوية هيكون حامل ضعيف فالامور دائما هتكون بشكل معاقس فمثلا اذا رجعنا على الهدش كان حامل ضعيف مرافق كان قاعدة بما انه حامل ضعيف فمرافق سيكون قاعدة قوية الماء كان قاعدة ضعيف فمرافق سيكون حامل قوي طبعا مفهوم القوة والضعف هو مفهوم نسبي يعني صح هو مثلا الفلوريد اعتبرنا قاعدة قوية ولكن ما له قوي مثلا اذا قارننا بايون هيدروكسيد او اذا قارننا بهيدروكسيد السوديوم ولكن هو قوي ضمن المجال اللي نحن ندرس حسب الشروط اللي نحن ندرس فالخلاصة هون بتقلي انه للحامض الضعيف قاعدة قارينة قوية وللحامض القوي قاعدة قارينة ضعيفة هاي هي الفكرة الاساسية يلي خلينا نجي لمثال اخر يلي هو وجود الامونيا في الماء الامونيا نحن بنعرف انه هو مادة قاعدية وكل الدلائل التحليلية بتقول انه هو مادة قاعدية حسب نظرية ارينيوس اللي درسناها لا يعتبر مادة قاعدية لانه ما عنده قدرة على تحرير ايون هيدروكسيد لانه اصلا ما عنده هيدروكسيد بتركيبه ولكن هو بالحقيقة هي مادة قاعدية لهيك كان نظرية برونشتيد لوري هي نظرية اعم خلينا نقوم طيب التفاعل اللي يصير هون هو تفاعل بسلك في الماء سلوك مادة حامضية فبما انه مادة حامضية فحيمنح هيدروجي شوفوا يا جماعة دايما نحن وقت بدنا ندرس الماء بهذه التفاعلات خلينا نتخيل بهذا الشكل عنا هو H2O فهو عنا هيدروجين مرتبط ب OH هذا اللي يصير فاللي صار انه هذا الهيدروجين ممنح ل الأمونيا فمنح البروتون أو أيون الهيدروجين للأمونيا فكسب الأمونيا هذا البروتون وتحول ل NH4 موج فعنا هون هات كان قاعدة ضعيفة شو عرفنا ضعيفة مثل ما نرى هون في عنا السهم باتجاه فهيتحول ل آيون الأمونيوم فآيون الأمونيوم هيعتبر هون عنا حامض هو حامض قوي مقارنة بالأمونيا بالنسبة للماء بما أنه فقد هذا الهيدروجين فهيتحول لآيون الهيدروكسيد فهو يعتبر حامض لأنه فقد هيدروجين ومرافقه هيعتبر قاعد وقاعدة ستكون قاعدة قوية لأن الماء هو يعتبر حامض ضعيف النظريات الثالثة التي سندرسها هي نظريات لويس نظريات لويس هي أحدث النظريات وهي أشملها لويس بنظريته راح لمفهوم أوسع من حيث تعريف الحمض والقاعدة راح لمفهوم إلكتروني فالقاعدة حسب لويس هي أي مادة تحسن أن تمنح زوج من الإلكترونات غير المتآصرة في تفاعلاتها الكيميائية أما الحامض فهو أي مادة تمتلك أوربيتال فارغ ويمكنها تقبل الزوج الإلكتروني من صنف آخر فمعنا هون رحنا لمفهوم إلكتروني مفهوم إلكتروني بيعتمد على فهمنا نحن للترتيب الإلكتروني والتركيب الإلكتروني للذرات والذي يهمنا أكثر شي دائما هو الإلكترونات الموجودة بالغلاف الأخير الغلاف الأخير هو دائما يحدد الخواص الكيميائية للمركب الذي ندرسه طيب خلينا ندرس مثال على تفاعل ببين لحمود لويس وقواعد لويس المثال اللي هنشوفه هو تفاعل ثلاثي كلور البورون مع الأمونيا لحتى نفهم بالضبط شو اللي عم يصير لازم شوي نذكر معلوماتنا يلي درسنا بالفصل أول لما درسنا الترتيب الإلكتروني وكتاب صياغ لويس بالبداية خلينا نشوف الترتيب الإلكتروني لذرة البورون ذرة البورون هي الذرة المركزية بمركب ثلاثي كلور البورون البورون عدده الذري خمسة يعني عنده خمس إلكترونات ضمن الذرة عنده فالترتيب الإلكتروني سيكون 1 S 2 S 2 وصار في عنا أربع إلكترونات فعنا 2 P 1 فإذا حبينا نحط صيغة لويس هنطلع عنا بالغلاف الأخير في عنا ثلاث إلكترونات فمثل كل إلكترون بنقطة مثل ما نذكر بالنسبة لذرة النيتروجين ضمن الأمونيا هي الذرة المركزية فالنيتروجين عنده سبع إلكترونات ضمن الذرة فالترتيب الإلكتروني سيكون 1 S2 2 S2 صار أربع إلكترونات فضل عنا ثلاثة كمان هون إذا حبينا نطلع على الغلاف الأخير في عنا خمس إلكترونات فصيغة لويس بالنسبة للنيتروجين ستكون بهذا الشكل عنا هاي إلكترونات ثلاث وعنا هاي زوج إلكتروني طيب عنا البورون بكون مرتبط ب ثلاث ذرات من الكلور بهذا الشكل النيتروجين بيكون مرتبط بثلاث ذرات من الهيدروجين ولكن من لاحظ هون أنه ذرة النيتروجين في عنده زوج إلكتروني حر وذرة البورون بما أنه البي لساته في أوربيتالات فارغة فعنده أوربيتال فارغ فيلي بيصير عمليا أنه ذرة النتروجين بتمنح هذا الزوج الإلكتروني للأوربيتال الفارغ عند ذرة البورون فبتشكل آصرة تناسقية فذرة نتروجين هي ذرة مانح على الزوج الإلكتروني وذرة البورون هي ذرة مستقبل لهذا الزوج الإلكتروني فحسب تعريف لويس ذرة النتروجين تعتبر قاعدة لوس لأنه منحة إلكترونات وذرة البورون هي ذرة تعتبر حامد لوس لأنه هي استقبلة زوج إلكتروني فهونا موضح للتفاعل الكتاب يتفاعل معناتها الثلاثي كلور البورون مع الأمونيا حصلنا على هذا المركب مثل ما نرى ذرة نيتروجين منحة زوج إلكتروني ذرة البرون وصار في بناتهم أصيرة تناصقية مثل ما نعرف الأصيرة التناصقية يرمز لها بسهم تعتبر ذرة نيتروجين هي الذرة المانحة أو الواهبة وذرة البورون هي الذرة الآخذة أو المستقبلة فوفق هذا الحكي كله النيتروجين هو قاعدة الوس لأنه منحة زوج إلكتروني والحامض هو كلوريد البورون أو ثلاثي كلور البورون لأنه استقبل هذا زوج إلكتروني طيب طلاب نتوقف هنا اليوم نتابع بإذن الله بمرات لاحقة إن شاء الله تكونوا استفدتم من الدرس وشاء الله تكون الأمور واضحة وشكرا لكم على الاستماع ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر